بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد سبقت الإشارة في الحقص السابقة إلى أن مجزوء الفكر الإسلامي مصار العقيدة والفكر شابة دراسة الإسلامية يتناول بالبحث والدرس أهم القضايا والتحديات المطروحة في ساحتنا الفكرية المعاصرة واليوم إن شاء الله سنقصص الحديث لموضوع له أهميته القصوى وهو موضوع الأسرة وبخاصة بمطلب المساواة داخل مؤسسة الأسرة بين الزوجين فالأسرة في اللغة مدار أصل الكلمة عن الإحصان والعشرة والربط والشد والتقييد إذن فالأسرة في حضارة العرب وثقافتهم مدارها على أمور هي أولا هي بمعنى الدرع الواقي الحامي باء هي بمعنى القوة والشد ومن المجاز شد الله تعالى أسرة في قوة إحكام خلقه جيم هي بمعنى الصلة والقرابة القائمة على أساس الطراحم والتواد قال تعالى ومن آياته أم خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة دال هي بمعنى الجماعة قال تعالى قال تعالى إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ها هي بمعنى الالتزام والتقييد والعرب تقول من تزوج فهو طليق قد استأثر ومن طلق فهو بغاث قد استنصر وقال تعالى وأخذنا منكم ميثاقاً غريباً واو هي بمعنى الشد والربط قال تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم زاي هي بمعنى الحبس والإمساك قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير ملومين وخلاصة ما تقدم أن الأسرة في حضارة العرب هي الرجل وعشيرته من زوجة وأقارب قال ابن منظور عشير المرأة زوجها وهي عشيرته والعشير أيضاً الزوج وتعريف الأسرة ومعناه لا يخرج عن هذا المعنى فيما عرفته الإنسانية من ثقافات إلى انعقاد مؤتمر في كين آثة تسعمية وخمسة وتسعين فالأسرة في الثقافة الغربية هي فامي فاميلي وهي الأب والأم والأبناء مرتبطون برباط شرعي قصد الإحصان وإنجاب الأبناء متى تيسر ذلك الأسرة في الاصطلاح أما في الاصطلاح الشرعي فقد عرف ميثاق الأسرة الصادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في مادته الأولى الأسرة كما يليم الأسرة وحدة اجتماعية تقوم على ذكر وأنثى يربط بينهما بالتراضي ميثاق زواج شرعي قائم على العدل والإحسان والتعاون والتشاور والمودة والرحمة قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وقال أيضا والله جعل لكم من أنفسكم زواجا وجعل لكم من زواجكم بنين وحفدة وعن مكونات الأسرة يقول الميثاق في مادته الثانية تتكون الأسرة من الزوجين ومن الأولاد إن وجدوا أما عن مقصد الأسرة فقد حددها الميثاق في مادته الثالثة وهي أولا الإحصان والإعفاف للزوجين وسيانة الأعراض ثانيا حفظ النسل ورعايته صحيا واجتماعيا ونفسيا ثالثا بقاء النوع الإنساني رابعا السكينة والاستقرار النفسي والمودة والرحمة خامسا بناء المجتمع الإنساني الآمن المستقر سالسا تلبية الحاجة إلى الانتماء الأساري وقد ذهبت الشرائع السماوية السابقة التي سبقت دين الإسلام إلى تعريف الأسرة بنفس المعنى الذي أكد عليه الإسلام لمفهوم هذه المؤسسة إذ جاء في سفر التكوين الإصحاح الأول في الفقرة 27 فخلق الله الإنسان على صورته خلقه ذكرا وأنثى وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وجاء فيه مزامير داود الإصحاح 122 الفقرة الثالثة إمرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك وهكذا يتأكد أن قوام الأسرة في الحضارة الإنسانية هي رجل وامرأة ذكر وأنثى تجمع بينهما علاقة زواج ينتج عنهما الأبناء والحفدة ثانيا إذن بعد تعريف الأسرة في اللغة وفي الاصطلاح نتحدث عن مسألة لها أهميتها في النسق الفكر المعاصر ونريد به مطلب المساوات مؤسسة الأسرة وإشكالية المساوات لقد ارتبطت إشكالية المساوات داخل الأسرة بالركنين الرئيسين من أركانها وهما الزوج والزوجة ولأن الأسرة شركة من نوع خاص رأس مالها الإنسان روح معاملاتها المكارمة ولأن هذه المؤسسة تروم مقاصد سامية من إحصان وعفة وطمأنينة وحفظ للنوع فإن التمييز بين أركانها بدون وجه حق أمر تستهجنه الفطر السوية وترفضه العقول السليمة لأمور منها أولا التعارض الحاصل بين روح النظام الذي تقوم عليه مؤسسة الأسرة من عدل وإنصاف ومحبة وتعاون وغيرها من المعاني الإنسانية السامية وبين نظام التمييز في أبعاده الاحتقارية ثانيا المصادرة الفعلية للغايات النبيلة التي من أجلها قامت مؤسسة الأسرة من استقرار وحفظ للنوع وتحقيق لأمن المجتمع وهي أمور متعذرة الوجود مع سيادة منطق الدنيا والتفاوت والاحتقار بين أفراد الأسرة زد على ذلك هل يعقل أن تكون مؤسسة الأسرة الوحدة البشرية الأولى وأهم وحداتها على الإطلاق قد أريد لها أن تقوم على نظام التمييز والتفاوت بين أعضائها الجواب من خلال اختيارين كبيرين الاختيار الأول وقد اختار أصحابه الإقرار بالتمييز الثابت بين الزوجين داخل مؤسسة الأسرة ومن مبررات أصحاب هذا الاختيار ألف الاختلاف في التكوين الفطري بين الرجل والمرأة بين الذكر والأنثى باء طبيعة الوظائف والأدوار كما هي موزعة بين الرجل والمرأة حيث اختص الرجل بالوظائف الشريفة التي ترفع درجته من نفقة وإشراف وتسيير بينما كان حظ المرأة الوظائف الحقيرة من إنجاب وتربية أطفال والعمل داخل البيت جيم طبيعة النص التشريعي المنظم للعلاقة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة إذ أن التمييز الحاصل بينهما يعود إلى القوانين والتشريعات المنظمة لتلك العلاقة دال الموروث الثقافي لبعض المجتمعات حيث يتم توجيه العلاقة بين الرجل والمرأة بأعراف وتقاليد تؤسس لدونية المرأة واحتقارها الاختيار الثاني وقد اختار عدم الاعتراف بالتمييز بين الجنسين لاعتبارات منها ألف أن مؤسسة الأسرة تقوم على فردين يتحدان في النوع ويختلفان في الجنس فالتمييز على أساس الجنس بعد الوحدة في النوع لا مبرر له من العقل ولا من النص باء أن مؤسسة الأسرة تحتاج في تسييل أمور حياتها إلى نظام تلتزمه وتنقاد له ومعلوم أن هذه الأنظمة بعامة وكيفما كانت طبيعتها سماوية أو أرضية غاية المشرع منها تحقيق العدالة بين الأجنات البشرية فكيف يشذذ نظام الأسرة عن هذه القاعدة؟ فيقر بالتمييز بين الأفراد جيم الاختلاف والتنوع في طبيعة الوظائف داخل المؤسسات بصفة عامة لم يكن يوماً أساساً للتمييز بين الأفراد فكيف يستقيم ذلك داخل مؤسسة الأسرة؟ وهي التي انفردت بقيم إضافية طربت بين أفرادها من محبة ومودة وعطف وحنان وغيرها من المشاعر النبيلة عز تحققها في غيرها من المؤسسات ومع رجاحة اختيارات هذه الأطروحة الأخيرة لقوة أدلتها ومعقولية مبرراتها فإن كلمة الفصل في المسألة لا يتم إلا باستحضار المنطلقات والمصارات ثم المآلات الموجهة والحاكمة لكل تلك المسائل السابقة مما سبقت الإشارة إليه الاتفاق الحاصل بين البشرية قبل نعقاد مؤسمر بيكين سنة 1995 على أن الأسرة هي ما تكون من ذكر وأنثى يجمع بينهما رباط شرعي بغايات سامية أهمها الإشباع الجنسي الطاهر وحفظ النوع البشرية وبالعودة إلى حضارة العرب والقرآن الكريم والسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن هذه النواة هي مصطلح عليها بالزوجين يقول الأستاذ جميل صليبة الزواج هو الاقتران الشرعي بين الرجل والمرأة لتكوين أسرة جديدة ويقول أيضا فليس الزواج إذن وسيلة لإشباع الغريزة الجنسية وإنما هو عقد اجتماعي لتكوين أسرة يشعر فيها كل من الرجل والمرأة بالتمأنينة الروحية ومن ثم كان مفهوم الأسرة ما تكون من زوجين متحدين في النوع مختلفين في الجنس قال ابن منظور الزوج خلاف الفرد فهو الفرد الذي له قارين ويوقعون الزوجين على الجنسين المختلفين ويقال للرجل والمرأة زوجان وقال تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة وقال أيضا وأنه خلق الزوجين الذكر والنسى إذن فأول مشهد يظهر فيه الإنسان بحسب الخطاب الإلهي فإنه يظهر على أنه زوج له قارين يتقاسم معه التكاليفة ويشترك معه في المسؤوليات على وجه المناصفة والإنصاف فكيف يعقل بعد ذلك؟ لمعنى المساواة بين الزوجين أن ينحرف عن معناه السابق ليصبح بمعنى التمييز والتثاوت إن التتبع الدقيقة لمعنى الزوجين كما ورد في نصوص الشرع الحكيم وكما تؤكده لغة العرب التي نزلت بها هذه النصوص توضح الأمر أكثر وبذلك تتحدد طبيعة العلاقة بين الزوجين وبالعودة إلى لغة العرب والنصوص القرآنية الشريفة نلاحظ تأكيد الحاصل ابتداء على التوازن بين عناصر الزوجين وبيانه ألف أن الزوجة هو عنصر مساوي لزوجه قال ابن منظور ويقال هما زوجان للإثنين وهما زوج وهما سواء إذن فالزوجان في لسان العرب هما عنصران متساويان في الوحدة المكونة منهما وقال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فكل واحد منهما كما ترى زوج ذكرا كان أو أنثى وزوج المرأة فعلها وزوج الرجل امرأته وفي التنزيل أسكن أنت وزوجك الجنة وقال تعالى أمسك عليك زوجك إذن فقد حصل التساوي بين الكفات المكونة لهذه الوحدة وهذا ما جعل بعض أهل اللغة كالأصمعي يفضل استعمال المصطلح بصيغة المذكر الزوج للدلالة على شخص الذكر والأنثى رغم اختلافهما في الجنس وحجته في ذلك النصوص القرآنية السابقة التي أطلقت اللفظة بصيغة التذكير وتريد به التأنيث قال الفيومي والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها أي الزوجة تأمر بوطة للإيضاح وخوف التباس الذكر بالأنثى إذ لو قيل تركة فيها زوج وابن لم يعرف ذكر هو أم أنثى إذن فالفقهاء يؤنثون الزوجة تأمر بوطة استثناء طلبا للوضوح ودفعا للغموض باء أن الزوجة في اللغة هو نظير زوجه أحصل الذين ظلموا وأزواجهم معناه ونظراءهم ومن معاني النظير المساوي لغيره وأيضا الزوج في اللغة هو بمعنى القرين المساوي لقرينه قال ابن منظور وإذا لحق الرجل قرنه في علم أو شجاعة قيل سواه وقال صلى الله عليه وسلم قارنوا بين أبنائكم بمعنى سووا بين أبنائكم دال أن الزوجة هو فرد وهو نصف زوجه قال تعالى ثمانية أزواج أراد ثمانية أفراد وقال الأزهري وأنكرت نحويون أن يكون الزوج إثنين والزوج عندهم فرد وهو الصوار فالزوج فرد والزوجان ركناء الأسرة جمع وهما فرد زائد فرد آخر ففسد بذلك معنى الأسرة المكونة من زوج واحد أو من فرد واحد قال ابن سيدة ويدل على أن الزوجين في كلام العرب إثنان قوله عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والنثى ها أن الزوجة هو نفس صنف زوجه ونوعه قال تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أراد بالتزويج التصنيف وقال الزمخشري وخلق الله النباتة أزواجا أي أصناقا وقال ابن منظور ويوقعون الزوجين على الجنسين المختلفين وهو ما يؤكد أن الاتفاق والاختلاف بين الزوجين هي من الطبائع الجبلية التي فترت عليها الزوجية وبعد هذا فإن التأمل لمعاني الزوجين كما حددتها النصوص السابقة من قرآن وسنة شريفة ولسان القوم الذي نزلت بهذه النصوص يشهد على أن معنى الزوجية يستبعد معه إلغاء التكافؤ بين أطرفيها فكيف يمكن لنصف صاحبه وقارينه ونفسه أن يتميز عن صاحبه لمجرد الاختلاف في الجنس مع التسليم على أن هذا الاختلاف في الجنس بين الزوجين هو من بعض مقومات ماهية الزوجية الذي لا تأثير له على معاني الانسجام والتوافق كما تقره ضوابط الزوجية السابقة وعليه فإن الأبعاد الدلالية للوحدة المكونة من الزوجين ترفض التمييز والانتقاص من أحد أبعاضها لاعتبارات ماهياتية وفيه إحالة على معاني التوازن بين هذه الأبعاض مع التنبيه على الاختلاف الوارد والبحتمل بينهما في بعض الخصائص مما يؤدي إلى استنتاجات مهمة منها ألف أن معنى الزوجين لا يعني التطابق التام على طريق الإلزام والحتم باء أن الاختلاف بين عناصر هذه الوحدة أمر وارد ومحتمل جيم أن أفراد الزوجين قد ينفرد كل واحد منهما بخصوصية تمييزه عن صاحبه دال أن الاختلاف في الخصوصية لا يقتضي ضرورة التنافر والشنآن والدنيا ها أن منطق الاختلاف بين أعضاء الزوجين لا يؤسس لقاعدة التفاوت وبناء عليه فإن ما توحي به معاني الزوجية هو أكثر غنى وطراء مما تدل عليه معنى المساواة والمساواة واحدة من تلك المعاني المتنوعة زد على ذلك أن معنى المساواة المفترض حصوله بين الزوجين مشروط فيه مراعاة ضوابط معاني الزوجية السابقة ولذلك فإن من معاني المساواة ما قد يقبله معنى الزوجية ويندرج تحته ومنه ما قد يرفضه ولا يدخل ضمن مقوماته وبيانه بتحقيق معنى المساواة في علاقته بمعنى الزوجية الزوجية والمساواة طبيعة العلاقة المساواة في اللغة أصلها ساوى وسوى ومن معانيه المماثلة وأيضا من معانيه المعادلة ومنه قوله تعالى إذ نسويكم برب العالمين أي نعدلكم فنجعلكم سواء في العبادة ومن معانيه أيضا التشابه ومن معاني المساواة أيضا النظير الذي بمعنى المثل والشبيه في الأشكال والأخلاق والأفعال والأقوال ومن الملاحظات التي يمكن أن نسجلها انطلاقا مما سبق ألف أن ما يفيده معنى المساواة من التماثل والتطابق التام بين العناصر المتساوية قد يرفضه معنى الزوجية الذي يسمح بالاختلاف في بعض المقامات بين عناصره باء أن معنى المساواة بين العناصر المتساوية لا يتحقق إلا بالتطابق التام بين هذه العناصر في حين أن معنى الزوجية قد يتحقق مع حصول التمايز جيم أن الانسجام بين العناصر المتساوية مشروط بالمماثلة في الأشكال والأخلاق والأفعال والأقوال دال أن المساواة هي من بعض مقتضيات الزوجية وفروعها والزوجية أعم وأشمل ها أن ما يتعلق من معاني التنوع والتكامل والانسجام بالزوجية هو منعدم في المساواة الأحادية المعنى والأهم من ذلك كله هل انتفاء معنى المساواة بين أعضاء الزوجين يعتبر بالضرورة تمييزاً وانطقاصاً من أحدهما؟ والجواب إن التتبع السابق لمعنى المساواة في علاقته بمعنى الزوجية يشهد على أن انتفاء المساواة بين عناصر الزوجين هو انتفاء لمعنى التماثل والتطابق التام ولا يعني قطعاً لانطقاصة والحطة من ضرجة أحد هذه العناصر وغياب المساواة قد يكون تمايزاً في الطبع والجنس والاختصاص ولكنه ليس تمييزاً بالتفاوت في الضرجات والمقامات وهو ما يؤكد على ضرورة استحضار تلك الدقائق والأبعاد في تناول مفهوم المساواة في علاقته بمفهوم الزوجية ولهذا السبب والله أعلم استبدل هذا المصطلح المساواة في القرآن الكريم عند الحديث عن العلاقة الزوجية بمصطلح أبلغ منه للتعبير عن رفض التمييز بين الزوجين وهو مصطلح العدل والإنصاف بعدم الظلم والاعتداء قال تعالى وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وقال تعالى أيضاً أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَانْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتْضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ وقال أيضاً وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ومع كل ذلك يبقى التحدي قائماً مع وجود بعض المصطلحات العربية والنصوص المقدسة التي قد يوحي ظاهرها خلاف هذه القاعدة العامة الحاكمة لمنطق العلاقة الزوجية وفي مقدمة ذلك وعلى رأسها على الإطلاق نص القوامة والمصطلحات المندرجة تحته كنص الدرجة وكمصطلح الدرجة ومصطلح الفضل وهذا ما سنحاول بيانه إن شاء الله في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته